وبعدين خلينا أقول تعقيب آخر وهذه شهادة المسيحيين بدون أي استثناء كل شخص اختبر خلاص المسيح اختبار حقيقي على مر العصور وعلى مر الأزمان حياته تغيرت وكل ما اتقربنا وتشبهنا ليسوع المسيح حياته صارت تعكي السلام ومحبة وغفران ونعمة أكتر وأكتر في حياته يعني على النقيد شفنا ناس مسجنين بسبب القتل تجار مخدرات شفنا رجال الدين اللي كانت حياتهم مليئة بالكرهية شفنا ناس عملت يعني وعملت وعملت بحال قبولها يسوع المسيح وبحال اقترابها وتشبهها أكثر بيسوع المسيح تغيرت حياتهم وصاروا فعلا بيعكسوا صورة المسيح وبيتشبهوا في شخصية المسيح بصير يقدر طب خليني أسأل الأخت اللي فقدت زوجها وأولاد وأقاربها اللي عملوا معها اللقاء في التلفزيون في مصر وعم بتقدم غفران للناس وهذا ضعف ولا قوة؟ شو رايك؟ ضعف ولا قوة؟ يعني من الأسهل أنه الإنسان يسب ويشتم ويلعن ويقتل ويدمر من الأسهل بس كون يكون عنده هالنعمة أنه يغفر ويسامح هاي بتكون لمسة الرب هاي لمسة إلهية هاي نعمة إلهية على هذا الشخص